أيضا هذا محرم بارك الله فيكم و السلام عليكم هنا سؤال يقول هل يجوز قراءة سورة معينة بقصد قضاء حاجة خاصة لا نعم لا أرى التخصيص لا أرى ذلك مشروعا لأن القرآن هو من جنس العمل التعبدي فلا أرى الإنسان يفعله يا أخي القرآن كله بإذن الله عز وجل هو خير يعني من عمل صالحا من ذكرنا أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فالحياة الطيبة تأتي من قراءة القرآن وكله بعضهم يقول البقرة طيب الفاتحة هي أعظم منها وأفضل مثلا المعوذات لها خصائص وفضائل أيضا مختلفة فهو يقرأ من أنواع كتاب الله عز وجل لا بأس ويعمل أعمال الصالحات الأخرى ليس قراءة القرآن يصل الرحم ويفعل المعروف ويحافظ على الصلاة ويقوم أمر الله عز وجل ويأمر المعروف وينهى عن المنكر ويفعل كل أعمال البر والطاعات عسى الله عز وجل أن يسر له أموره في الدنيا والآخر دون أن يخصص لا تخصص قراءة معينة يعني بعض الأخوات جاني منهم منشور ترسله لهم معلمة ومدري مربية ومدري ماذا قالت تقول وتضع لها برنامج وتقرأ البقرة ومن فعلتها كذا تزوجت وانا قرأت البقرة ماذا كم مرة في اليوم وتمت الخطوبة كانت قد تأخرت عن الزواج صارت تنشر هذه المقولات كل هذا الحقيقة غير جيد وغير حسن المقصود أن كل عمل صالح بإذن الله عز وجل هو سبب من أسباب رضى الله عز وجل وتوفيقه لعباده فلا نخصصها بأشياء ويأتي إنسان يدعي أو تدعي بأنه لا يكون إلا بهذه الطريقة وهذا نوع من الدجل الآخر أيضا لماذا تخصص يا أخي هو حتى يلفت انتباه الناس ويرى أن عمله له تأثير وله نفع يزيد ويجعل مقادير ويجعل أعداد وسبع مرات وفعل كذا ويكون في مكان كذا ونتبه لكذا نعم وبهذه الحقيقة الخلطة نعم بهذا الخليط يريد أن يقول له أنا عندي أشياء ليست عند طلاب العلم ولا غيري يا من قضية سباقي هي قضية أصول شرعية أصول الشرعية تقتضي أن من عمل الصالحات أثابه الله عز وجل ووفقه في الدنيا وفي الآخرة خلاص كفا إذا لا تخصص يبقى النص المطلق على إطلاقه والعام على عمومه دون تخصيص ولا تقييد إلا بالدليل